قدمت التسعير الجديدة التي أقرها الأطباء برفع ثمن الكشف بخمسمائة دينار إضافية سعر أثقل كهل المرضى وجعل وجعهم وجعان كدر أمزيت مين سنسون دينار مينة خمسين ألف ومعد ذلك أمزيت ميتين ومعد ميتون وخمسين ونقول له ولي ما عندوش ميداويش نحب بربما مرش في البلداني بس كي يمرض يطح المرضى يبحثون عن العلاج لكن ليس على حساب جيوبهم فالمرض يفاجئ صاحبه وقد يثقل كاهله لكن العين التي تبصر المرض بقيت فيها اليد قصيرة واحد زوالي خلص 18 ولا زوج ملايين ما يديهم غفط باب ولي ما عندوش هذا ما زال هذا السيلافيزي سعر الأطباء يقولون بأنه حق مشروع وهم لا يختلفون عن بقية أصحاب المهن الذين رفعوا أسعار خدمتهم والوصاية لا ترى من بأس فيه ويبقى حلم المريض أن يكون لرفع السعر رفع من أداء الأطباء الفحوصات الطبية هي مهن حرة بمعنى أنه ليست هناك ضوابط أو قوانين تمنع هذه الزيادة من المفروض كل شخص مؤمن يتم تعويضه على هذه الفحوصات مهما زاد ثمنها إحنا ما زالنا التعويض يعني راجع إلى سنوات التسعينيات يعني الطب العام يعوضك ربع على فرق والطب المختصر يعوضك ثمن على فرق وإحنا نشوفه بأنه هناك بعض الفحوصات التي تصل إلى ثلث ألف دينار يعني ما هذه الهوة الكبيرة تضرب المصالح المادية للمواطن الجزائري المرض الحقيقي ليس في السعر ولا في وجع المريضة إنما في الجسر المقطوع بين الذي سكنه الداء والذي وجد من أجل القضاء أو التخفيف من الداء